امبارات الهلال والشباب على نصف نهائي البطولة العربية غدا بإذن الله تعالى في الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية امبارة راح تكون رائعة راح تكون جماهيرية والفريقين اثنيناتهم اصحاب الارض واصحاب الجمهور ما ندري انه وصف الامبارة نقول كلاسيكو ولا نقول ديربي ولا شو نقول عن هالامبارة لكن الاكيد انها راح تكون امبارة رائعة واكثر من رائعة فنادي الشباب اللي بدأ في البطولة العربية بثبات بتألق وبتميز بانتصارات قدم مستويات رائعة واكثر من رائعة اطرب جماهير الغفيرة الصراحة جماهير نادي الشباب كانت رائعة واكثر من رائعة وحضورها كان طاغي في البطولة العربية فهل يفوز الشباب على الهلال اللي متعود على المنصات واللي متعود على الالقاب ويقصيه ويطلع من البطولة العربية في دور النصف النهائي أم أن الهلال اللي تعثر في بداياته في البطولة العربية يقول كل ما تعثرت في بداياتي أحرز اللقب وأنا متعود على المنصات وأنا متعود على التتويج وضيعت هذه السنة لقب آسيا ما راح أضيع لقب البطولة العربية بالعكس راح يكون لي خير بداية للموسم القادم يفعلها الشباب ويفوز على الهلال عزيزي المشاهد أم لا جديد الهلال راح يفوز على الشباب ويستمر نحو التتويج ونحو الامباراة النهائية اكتب لي رأيك وتوقعاتك في التعليقات في أسرى الفيديو وبالتوفيق للفريقين يا رب العالمين ولا تنسوني من اللايك والفولو